الرئيس الفرنسي ماكرون رد على الكلام ترامب اللي اتغير رد مبارح رد منهاردة انا اسف رد قاسي جدا في موضوع جمال خشج بس قبل ما نشوف ماكرون نشوف الاول ترامب قال ايه سهل've مدر مدر مسبقا لكی درامب بارد شجوانا یه مستخدم مدر مضوعوه رد رد مضاعر الاجبه الل έχه لد وثماء اتغير رد مدر 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 و زنانوار بأمه مستخدم بأمه مدر 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 رد بارد مدر محور يعتمد حول مرة نجتم Wang tell you up front right now, and I'll say it in front of senators, they're spending u 110 billion dollars purchasing military equipment and other things. If we don't sell it to them, they'll say well thank you very much, we'll buy it from Russia, or thank you very much we'll buy it from China. هذا لا يؤدينا لم ي beschäftigenم ولا يدرسون عن مجتمع ولا يدرسون عن ناراتنا لكن هناك اشترك شئنا عليك أن نعرف ماذا هو أولا؟ لا يستطيع أن تتَّفر أمام Qatar أمام فإن سوء 110 تلويون وهي عصد الم trabajوق ونذر أنه إعجاب رسيا إعجاب الش precaين ونذر أنه إعجاب الشيء لأنه ينجب السوء أسفر من أنهم لن يجب أن يجب أعجاب بفتل مفتل لا يتبه منه باستخدام لكيض لا يتبه منه بريثيان نستخدمه منه بروسيا لنستخدمه من عندما ضف جمل جملة خشجي إنه مش مواطن أمريكي أنا مش محتاج أن أهتم به لأنه مش مواطن خشجي عندها تيقن في هذا البرنامج إنه ترامب كان بيستعبط مش بيكلم السعودية لا بيكلم تركيا But do you think they should pay a price if it turns out in Saudi Arabia? Yeah, there will be something that has to take place. First I want to find out what happened, and we're looking. Again, this took place in Turkey. And to the best of our knowledge, Khashoggi is not a United States citizen. Is that right? It's a permanent resident, okay? We don't like it, John. We don't like it. And we don't like it even a little bit. لكن هذا الكلام كان من أكثر من 24 ساعة واتغير بس قبل ما يتغير ماكرون رد على الكلام ده لما الصحفي قال له السعودية معاها فلوس في تركيا الصحفية السعودي جمال الخاشقجي اختفى في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية السعودية في اسطنبول وحسب السلطات التركية يبدو أنها قتل بأمر من السلطات السعودية لم تدلي برأيك بهذا الموضوع لماذا يستدعى سفراء دول أخرى مثل هذه الحالات وليس في هذه الحال بالذات وزارة الخارجية الفرنسية أدلت بتصريح بهذا الشأن وهذا من واجب الوزير وأنا لم أتحدث في هذا الشأن وأنا لا أقوم بذلك بصورة رسمية في هكذا حالات ولكن في هذه الحالة كما ذكرت وزارة الخارجية أدلت بتصريح هذه الوقائع هي وقائع خطيرة خطيرة جدا وأنا أنتظر جلاء الحقيقة ولكن فرنسا وبصورة دائمة تريد أن يتم بكل ما يمكن من أجل جلاء الحقيقة وهذه العناصر الأولية هي مثيرة للقلق وذات طبيعة خطيرة جدا هل تحدثت مع ولي العهد بهذا الشأن؟ كلا لا كلا ما تحدث لا مع الرئيس تركي ولا مع الملك ولا مع ولي العهد السعودي عندي سؤال بالنسبة للسعودية لأن السعودية هي زابون كبير من حيث شراء السلاح عفوا أنا أريد أن أقاطعك هنا أولا أنا لم أدرج أبدا ولم أعتمد أبدا الدبوموسية وفقا لمعايير تجارية طبعا ماكرون يعني البوء الأخير ده طبعا أوبر شوي يعني حياة يعني الخلطة الرئيسة زي خلطة كينتاكي كده اللي بتعتمد عدام من باكة الربية السعودية منذ الملك عبدالعزيز الله يرحمه طيب الله تراه حتى هذه اللحظة هي الفلوس دي الخلطة اللي بيتم بتتعامل بيها كل حاجة الاربعة وعشرين ساعة أكتر اللي فاتت ورتك حوار ترامب شهدت ذوابان جبل التليج ما بين تركيا وأمريكا والالاربعة وعشرين ساعة اللي فاتت كانت شهدها على رجوع تهديد ترامب بالعقوبات للمملكة العربية السعودية نحن ستكون مجردين ومجردين ومجردين لو كان هذا الواحد حتى هذا الموقع يتعيه ويتعيه أحيانه أحيانا تدعيه أحسن في مدينة الواحدة أعتقد أنه يتعيه ساعة أسأل ومعه ولم يتعيه سيئاً ومعه ومعه بسبب بسببهون رفعه هناك تجربة ممتعه أن تتعرف هناك شيئًا ممتعه فإنها شيئًا تدريبًا إذا كان هذا المثال سنبتح أن نتعرف. سنبتح إلى المنزل ويوجد هناك سورة قنعات